شهد الفريق محمد فريد رئيس أركاني حرب القوات المسلحة مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 156 من كلية الضباط الاختياط دفعة اللواء أركان حرب حسنين إسماعيل أبو شادي بدأت مراسم الاحتفال باستعراض مجموعة من الأنشطة البحثية والابتكارات الفنية والعلمية التي نفذت بسواعد الطلبة الخريجين خلال مدة دراستهم والتي أظهرت مستوى الارتقاء العلمي الذي وصل إليه الضباط الاختياط وقدمت مجموعات من طلبة كلية الضباط الاختياط العرض العسكري يتقدمهم حملة الأعلام كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تكريما لأرواح شهداء الوطن الأبرار وأعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين حيث قام الفريق محمد فريد بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وألقى مدير كلية الضباط الاختياط كلمة أوصى فيها الخريجين بالعمل بروح الفريق ومواصلة الاطلاع على كل ما هو حديث في مجالات العلم والمعرفة وفي نهاية الاحتفال قدم الفريق محمد فريد التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يبذلون الغالي والنفيس حفاظا على استقرار الوطن والقضاء على الإرهاب البغيد ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لخريج الدفع 156 وأسرهم على الجهد الذي بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية وانضمامهم إلى صفوف القوات المسلحة وأكد على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لبناء أجيال جديدة قادرة على حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقرار شعبه العظيم حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وقدام مدير كلية الضباط الاحتياط وأسر الخريجين